السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شوانكم يا شاهد شاء الله بخير وياكم سيد حسين العالم ابل للتعلم على الايفون قبل لا نبتدي اضغط زر اللايك واشترك في القناة اضغط زر اللايك واشترك في القناة اضغط زر الجرس حق الصلك الجديد واليوم عندنا تحديث جديد ومهم لاجهزة الايباد والايفون وهي تحديث اي او اس 13.3 طبعا بالنسبة الايباد يكون التحديث اسمه ايباد او اس 13 جدا مهم التحديث اليه طبعا في مميزات كثيرة وابسطها اللي انا كنتواجهها شخصيا بعض الملحقات اللي من يو اس بي او لايتنينج او تايب سي ما تتوافق مع الجهاز وايضا تمت اضافة مزايا جديدة للابوان في مدة استخدام الجهاز للاطفال وايضا تمت اضافة ميزة تخلي الابوان يختارون جهات الاتصال اللي يقدرون يتصلون لها ويستخدامونها الاطفال يعني مثلا يخلون الابوان للاطفال ان يتصلون بس لالام والابو يعني يتصلون لهم هم نفسهم ما يقدرون تصن لأي أحد ثاني وأيضا تمت إضافة تحسين على هذا الميزة وأيضا تمت إضافة أو تم تصليح مشكلة إذا فعلنا العكس الكلاسيكي راح يختفي عندنا المظهر الداخل فهذا المشكلة تم تحسينها وأيضا بالنسبة للفويز أوفر تحسن في أشياء كثيرة وأيضا الصور المتشوشة والفيديوهات المتشوشة مثلا إذا كنت تتصور داخل اللعبة مثل لعبة PUBG موبايل راح يكون الفيديو بعد التصوير مشوش فأيضا تم أصلح هذه المشكلة وإذا كنت بتعرف أشياء وتفاصيل أكثر عن التحديث تقدر تضغط على خيار معرفة المزيد راح تقدر تشوف التحديث كامل مثل ما تشوفون أشياء كثيرة تقدر أن تقراها والآن للتحديث تضغط على كلمة تنزيل تثبيت تكتب الرمز الدخول خاص فيك وبعد ذلك راح تحمل عندك التحديث وبعد ذلك تسوي تثبيت الآن وراح يطلع عندك شعار الأبل وخط تحتها بعد ما يكتمل هذا الخط راح تجيك رسالة بأنه تم التحديث الآيباد أو الآيفون إلى نظام iOS 13.3 وصلنا لخطام لا تنسوا اللعك والسبسكرايب والكوميت والشير شكرا على تفاعلكم المستمر والمبهر في القناة وبس يا شباب مع السلامة